وبعدين بقى خليكة أصيلة أمار استنى عليها شوية لحد ما نقبض أول ما هي ها ولا انت ايه شايف ايه أبي جاب أبي جاب نعم حبيب انت ناسي ولا فاكر ناسي ايه مش انت وعدتاني انك حجابي فستاني حال وجازمة من أول ما هي اه صحيح حد ينسى حاجة زي كده برضه هو انا بقى مستني البدلة الياب ومعاه حشان تحط فيها الكراريس كراريس بدل المخلة اللي عاملة في عيبتاعت الشحاب دول برضه عايزوا من أول ما هي كلك نظر بها يا جابر يا اخويا يا ده خلاص اخذ نلام ايه شعرس حاجة انت بنت انت والد قومي عايزك جو صباح الخير يا جاب صباح الخير يا نفيس انت كمال مش عايز حاجة من أول ما هي عايز بس مكسوف لا اقول ما تكسفيش اقول لكم متقولش لامي وابويا ليه في حاجة سر اروف ايه اعايز على واحد هابر ولا جاد هابر ايه يا جابر عايز اقام احمل زي اللي بتحطي هنا اه انت حتى زواء بيت ولا ايه ما تزواءش ليه مش اخت باش مهندس قد بالدنيا اه 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 صحيح انا هدتني الحار بس يعني ما تزويتش ولا تكتر يعني كم حتة قوماش كده على جزمة ينبك عبا يبا يا الفيزة يا الفيزة اه ايوة ياما يبعدينس يا جابر ها ها يا زر يا حلوة حنقضي مع بعض السنة دي يلا على رأي المسل الجزمة اللي تعرفها حسن من الجزمة اللي متعرفهاش يا الف مرحبة يا الف مرحبة يدرنا وارد الف مبروك يا بالحج الله يبا الف مبروك شوية بتاهم راح راح ام عاملهم لجاب جتر خيرة ودي بطاهم زغطة ترم جدته علشان يسترم الوظيفة الجديدة وهو ناسك حاج روشكب يا جابر انا عاف وده بقى النشي يا بالحج والفتري المشال تتني اللي دايما دي حب بطلقوا في الأفراحي ان شاء الله والله في رحلة بوظيفة جابر ألف مبروك الله يبارك فيه اللي هو حيشتغل ايه في مصر مهندس جالوجي يعني في السكر حديد جالوجي يا ولد يعني من اللي بيدوره على خيرات ربنا تحت الأرض تحت الأرض تحت الأرض ده ايه بقى هو فيه تحت الأرض اغير بسم الله الرحمن الرحيم كتخيب فأنا مرضو كنت بقول كده زمان وبعدين جابر فاهمني اللي فيه تحت الأرض حديد ونحاس وجاز كمان جاز السجار اني عايز راديو ترانزيستور من غير حجارة ومن اول مهيل ملا؟ تمعوا كله بالحجارة يا مغفل كله بالحجارة مواني كمان ما قدر شفع تمن الحجارة ويطلعوا فضيئة والله يا سيد الغاوي نقض بطاقين مالك شي دعوانت شباة ايه؟ بني وبينت انا اسمعت ان في راديو في مصر بيشتغب الحطب حطب؟ تولع الحطب وتحط الراديو فيه يوم الراديو مولع على طول يا راتي يا جادر!دى حاطة الحطب لا فيش اكتر منه فضارنا ايه ايه نعم بيقول ان فيه حبوب فمصر بتخلى الواحد ايه ايه الاو والت امش ايه ايه هه ونوز انما زيادت الله ايه ايه هه غير ايه اۖ اه اه هو وكلكوه اه اه شو با لكم عليا هاجم له كل واحد لكم حبايا يخليه هقه 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 ليل ونهار أبونا عايزك يا جابي عن الزمن أيوحشنا يا بجابي خير يا أبو حصوا فعينا لما يصلي عن نبي هيخصدونا على ايه يا أما بس؟ مهندس قد الدنيا يفيش في البلد كلتها زيك بطالي كلام حيتأخر يا اسكت انت ملكش دعوة أخدت جواب الوظيفة معك يا حبيبي معا يا أما باتخفيش هدو النبي أبو سوتاني يا وليا قلتلك بطالي كلام حصل حيتأخر مندي حاضر يلا بمدع منك همام يا أما خد دور هم قليلين صحيح بس انتعاد العنب صيرة والإيد قصيرة يا بنا توظفت خلاص خلي دول إخواتي لسه قدامك شهري بحاله على ما تقبل وقاكد هتحتاج لمصاريف ربنا يقدرني على رد جامل لكم يا أبو هههههههههه SAMO هو أيها بنا يقول له أنا أمهاجر يا أخواننا أيها بنا أنهم و parfيا يا أولاد سلام سمحني يا أبا سامحيني يا أبا ما عندكش فكرة يا أبا قلت بتعزب قد إيه لما تحكت عليك وستغلت جاهلك بالإراءة والكتابة وصيبتك تبوز جواب الوظيفة وانت فاجر أن أنا حشتغل مهندس زي ما تمنيت ولا أم المسكينة كانت بتزغرط وزغرطتها بسمع البلد كلها لا ترى عارف أخب عليكم لحد إمتى موسيقى 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 لبإجاب الجامعة مكتب التنسيق يوزعنا على كيف نيجي نشتغل مكتب القوى العاملة برضو يشغلن على كيف ما فيش حد له رأى في أي حاجة أبدا بيني وبينكم أنا سمعت ان الجواز كمان حيكون hire قلع طريق مكتب زي مكتب التنسيق حقيقي حيدوك إنحم الثمارات ايم لاها حسب رغباته بعد أسبوع تطلع النتيجة قالي وام مجووزينك حسب رغباته مهم الله إذا كان كده بقى الواحد اللي هيتجاوز قبل ما يدبسوه تجوز منين يا حصر؟ لا يدوبك اللي حيدهولك مش هيكافيك سندوان شاطر مصلاح أمال كنا بنذاكر ونكسر دماغتنا ليه في المذاكرة عشان العلم نور وبما إن الكهرباء تتقطع كتير الأيام دي بقى لازم متعلم علشان ننور روحنا يومنا عاوزين نفرس في اليوم اللي مش صاعد يا حدرح 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 الواحد منكم في الأول وديجون الساعة وبعد كم شهر يوضي حل كلمات متقطعة من حل كلمات متقطعة لأنكم يتودونا وظائب بغيدة عن دراساتكم ويتودونا محافظات إحنا مش بنا يعني نسكن بكام ونأكل بكام بدل ما تتطيعهم قولوا الحمد لله إنك يا ابوما لقيت لكم حدة تشتغلوا فيك يا عبي بدلت انسخبر حابي خلصتنا بقى خلينا نمشي أنا شخصية الراديو سعيد وبابوس إيدي وشي وبهر يا عم انت حظك بالسامة رايح حتى أكل راحة إنه في يوم 23 نوفمبر سنة 1666 إنه في يوم هيا يا شجابي 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 عدراتي يبقى سونية وحديده بقى يبقى الشجابي زي منا في الكلية اللي كان بيغششنا كلنا قولها لا شاطر للدرجاتي هو شاطر في حاجات وخايف في حاجات والمصيبة إنه خايف في الحاجات المهمة وبعدين بقى مش كده مهات المهمة انت جيت ربت من البلد نهاردة يبقى حناكل الزبدة والفوتين اللي مشلت دا جد عاما صحر النهاردة عند جابر يا جماعة جابر مين يا عم؟ دا نسل السكن جديد في حاجات القضاء والصالح على صدر حضرتك قلت صدر؟ أيوة استقلت متأكد؟ مش متأكد زي واستنالم قطع نفسي كل يوم الله يجنن يجنن هو ايه دا الي يجنن يا فنة؟ السحراء في الروف طبعا ايه تصوروا؟ تصوروا السهرة شعبية فلكلورية مش بتسم حاجة اوريجنال؟ خلاص بايا أكد قتصي حدي غنيب ايوة بس ايوة بس انا جابريتو ايه dibratto الان انت غيرتوا ريكوا هتصروا بحتة تاني حيثة تاني ده ايه انا مش هتقوله هتصروا عند جبريتو جبريتو دا يبقى انت انا جبريتو يالله اللي صديقي ده أنا ابوا يا أمي لو عارفة ان انا جبريتو يقع من طوله موسيقى موسيقى ياريت الابوس بس علشان موسيقى 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 بابس بقولكudgeجاب واكله باركه اخدلك فوق سبمس ما الزبوت الي البنا مش حرام بعد ما اروحكتها كلها يجادع هتقولي يحرام تعال معايا جابيريาก mold موسيقى انا خايف انام خايف انام النجفة دي تقع على نفوخي تفتحه نا المستخدرنا فيه انت كله يا ربي بيته العمر محترم يجي على اخر الزمن ساكن يسكنه فيه يقلبه كبناء انت متعرفش بيشتغل ايه وانا اعرف شكله لما هعرف شغله ومع كل الازم اعرف حكايته ايه بالزبط لا اعمل معروض يا مرسوط ملناش دعوة ملناش دعوة ازاي ده المثل بيقول اسأل عن الدار قبل الدار وانا عندنا اولاد في سن صعبة محتاجة لجيرة كويسة مش لكبارهات تتفتح فوق السطوح مش هنذاكر بقى وانا ايه؟ مالناس هيصة في مزيكة وانا سليصة في المذاكرة كان نفسك تكون معاهم فوق مش كده؟ هو يعني حرامه مش النبي وص على سبع جارة ولا يعني انجران ما عرفوش بعض اللي عشان يستلفوا زيت وسكر زاكروا وبطالوا نقرة السنوية عاربة حوزة مجموعة حاضر يا بابا حلوة اول حتة دي نفسك ومرقص بطل بقى قال يعني بتعرف ترقص اول زاكر زاكر انا ايه؟ طب اتفرجي بقى توصيلها للطيار الكهرابي الى واحد السوائل اللي هتواصل للطيار الكهرابي مصر الماء النقط الكحول ايه ده؟ سوائل شافة سنتهان من العدوى اللي جات لنا بالجلان؟ عمد الحاج يا خوزي افضل اعد انا هاعد لكم هنا افضل افضل انا صلي امش رئيس ايه ده؟ عمرك ما رقصت خالص؟ رقصت مرة بالعصايا في بلدنا كان فرح الناس قريبا العصايا جاءت لدماغ العمدة فتحتها هو مجرموش حاج لانه كان برصيا العصايا بقى جاءت في الراس الاستبت وميها بدل ما يزيف العروسة رأعوني عالق وزيفوني على المستشفى الأمير طب يلا نرقص ده ايه ده؟ مش كده ثم ليس زي? قرب علي كده 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 طب من ممكن اهشرف واحد مفتلين باللي معاكي علشان عرف همسك نفسي كويس مانته شربت كاصف ونخلصت خد شوية مني ده مفتلين برضو؟ لو انت الزادئ دكساتفير ثم عمره مفتدير خامرة من زمان يا حبيبي ومش انتو كثفين ده بأحرام تعرف ان دمك خفيف وممكن يطلع منك شيء مش بطل وده طلعي ازاي ده استاني اولا تبطل الطيبة زيادة عن اللزوم اللي بتتعامل بيها مع الناس دي لانها واضحة فيك قوي عندك حاجة انا حاسس ان انا ضايع بحق رايح مبيتش عارف ازا كنت انا الصح ولا انا القب ده شيء طبيعي جدا 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 لان انا في زمن يعتمد قوي قوي على المظاهر القوي فيه صوته مسموع وطلعاته ماشية انما بقى الطيب ده بيعتبروه كده ضعيف ويديع في الربين الله عندي الحق بس الواحد ازاي غير طبعه بعد العمر الطويل ده كله بسيطة خالص مجرد انك تترسم على الناس يا سلام رسمة ده تبزالة اولا لازم يكون عندك ثقة في نفسك ثانيا تبص الادخن واحد من تحت عميله وتكلمه من طرف مناخيك ساعتها بعد الكبير قبل الصغير حيعمل لك ألف حزاب ويقول لك جابر بيك وكل احترام ازا كان عليك كده بسيط انت حتى النفخة كدبة متجسل منك جابر جابر فين المزة يا جابر نعم انت بتقول انا فين المزة ها كني بشتغل عند ابوك جابر جابر راك يا جابر مزة قدامك جالا دخلوا جوه بس 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 هايل هايل يا جامل بتعرف ان يجي منك بسرعة يا جابر جابر بيه مفقلي لا مش علي تعال 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 معلمك الرأسة دي ربا رخصة النافعة وبعدين با بيه كنت يا اخويا عامل زار هاهاهاهاهاهاها بتتحكوا على ايه انت وهيه؟ ذاكروا لشهادة وعايزة مجموعة مه رسود السقف حيوع علينا يا حفيظة والعامل يبرزوا؟ انا حطلها وقفوا عند حده بلاش كلام فارد اديني الرو بلاش يا اخويا انت غصب مصح براية؟ الدين الروب حاضر يا اخويا خلاص يا بابا بقى اهل ليله وتعادي ليلة مين؟ المساعد دي لازم يتوضع لها حد وايلا حتبقى كل يوم الحكاية دية والسنوية هيبقى راحت عليها وانتهينا الدين الروب يا حفيظة موسيقى 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 أنا مش متعلمة يا سيد ما عندناش مكوح أنا مش متعباكوة يا حضرت يبقى ما فيه زبالة وتفضل بقى خلصنا برافو عليك تجنن حامل كله من دوحات ما قولنا ما فيه زبالة زبالة مين يا فندي يا مهزة ياه وكمان بتشتم تيلي بالبيت كبريه ومش عاوز نغشتم أنا ببارس حريات الشخصية شايت وما فيهش حاجة اسمها حرية شخصية فيه وصول الله 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 انت بتكلم في السياسة انت عاستقول ان البلد ما فيهش حرية ومين اتكلم في السياسة لا حاول ولا قوة إلا بالله طب يا ابني مش تعرف انت بتكلم من الأول بدل ما تضايع نفسك في شرطة مية يا أستاذ أنا على كل حال هتعرف نتيجة كلامك ده بعدين وساعتها هتبكي مش هرحم عينيك هتشكي مش هسأل عليك يعني فيه ناس تانية هتتكلم معاني مش أنا والله ساعتك البيئة أنا ما قصت حاجة سيادتك مش فهمني مع السلامة عزيمة عزيمة كالفيت مش كده طبعا من هنا ورايا حتلاقي أعملك ألف حسان أنا كمان كل محزنة حستعمل الطريقة دي يلا فيها التواضع بقى عملت ايه بابك ما حصل ايه يا مرزوك هيا بابك يعني المزيكة فوزة ما هي يتذكروا من السكات يتدخلوا وابكوا تناموا كلام كتير مش عايز وكلنا حصل ايه باس هنذكروا ولا نام الزيت في الزيتة دي ما اسمها الزيتة اسمها مزيكة والمزيكة طول عمرها بتريح الأعصاب وهي وهي مسليانة على الأقل يعني مرياح الراديو عندنا شوية تعالي معي يا حفيظة أنا عايزك تعالي يا أخوة اكفر الباب ورادي عزل يا مرزوك في ايه يا حفيظة احنا مناش دعوا بالجدع ده ده باين عليه الملابط ويظهر انه من الكماعة ياهو كماعة ايه يا مرزوك بطوع المخابرات يا لحوة مش لوحده لقيت معاكما ستاته رجالة من بطوع المباحث الزميله لابسين هدوم الشغل لابسين هدوم الشغل ايوا الجلالين بتاعتهم دي اللي على كل لون يا ساتر يا رب لكن انت تأكد من الحكاية دي ازاي هو انا صغير يا حفيظة انا فهمها وهي طايرة للكده اول ما جيت اخش فيه شمال راح مقفل علي وملبسني تهمة راح تواخد بعض من سكاد ونازل خير ما اعملت يا اخو انا اللي قاليني اوي وجودهم هنا في البيت اكيد ما رقا دي لحد من السكان 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 كلها غلامة براهيم المكوادي والحج جمعة الجزار والشيخ عبدالعزيز المقرب يبقى مفيش غير احنا 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 ملنا يا اخويا اوى يا حفيظة تكون اتكلمت كلمة كده ولا كلمة كده هو انا بشوف حد ولا بقى بالحد يا مرسوف ده انا طول المهار فحالي قفل بابي علي حتى الريب فين العيش اللي بيجبهم الراجل بخدها منه من الشراعة بتاع العيش اكيد هو هو ايه اوى اكون قلتينه ان الريفلنه اسود ولا ردته زيادة ولا ناقص وزن ولا مش مستوي لا وحياتك يا مرسوف ما قلت حاجة زي دي ابدا مفيش اكتر من انه يقولي تفضلي العيش اقوله يزيد فضلك يا اخويا مرحمة ديال والفلوس والايه الحكاية بس تكونش انت في شغلة صدر منك حاجة كده ولا كده حاجة ايه بس ده انا لما بشوف واحد زميلي فتح الجرنان بسيب وروح اعود بعيد خلاص يا اخويا ما تشغلش بالك اوي كده مشغلش بال ازاي ده بياخدوا الناس من الدار للنار اي حد منهم يقولي حاجة للحكومة بتبقى صح والعمل يا مرسوق احنا حنقف الباب نعلينا ومن نشدعوا بحد ان شاء الله يهدوا البيت باللي فيه هم حرين دي بلدهم ويعملوا ما بدلهم خلاص يا اخويا اللي تقول عليه شلي معايا السريرة علشان خطر نبعدوا عن النجف عشان لوعت ما تقعش علينا حاضر انت لسه بتكوح يا حفيزة بسيطة يا مرسوق هو الدواء خلص دواء ايه مرسوق الشافي العافي هو ربنا علش ربنا برضو هو اللي خلق الطب والدواء ولادنا محتاجين لأي قرش مش قادرين نجبلهم هجم قول يا رب يا رب هنا في نظام في انضباط مواعيد الحضور والانصيرات مقدسة تجي متأخر وتقول لي زحمة مواصلات قاسف تزوغ بدري وتقول لي قبل زحمة المواصلات برضو قاسف شغلتك هنا استلام وتسليم واضح تجينا انت بتبربش لي كده ليه لا ساعة البيه اصلا عناية لما ارزها بيبقى فيها تقل فبيبنهم بيبربشوا يعني ما تخلهمش يبربشوا تاني مرة قدامي مفهوم مفهوم اساعة البيه يا بخليهم يبربشوا مرة تانية وشيب اللي حيتغلق كيه فقد جابرة فاندي سليموا الوارد النهاردة حاط تفضل معا يا أستاذ السلام عليكم ربنا يديك الصحة ويكتيك شار المرض يا شيخ تفضل استلم يا سيد واحد مين ثلاثة اربعة خمسة ستة حمير ومعزة ودي حصان غير التلت كلاب اللي انت استلمتهم تمام امضي بقى يا سيد عشان تستلم من غير شهود والبهام دي كلها مش كافرة على الشهادة حيلوة دي الصباح الخير اتو اسمك حبلص مش كده محسوبة جابرة عبد الربو معم لا انا مهندس جيولوجي عينوني هنا عشان دي السياسة عليا للدولة طبعا احنا ملافهمش السياسة العليا بتاعت الدولة ولا انت اي رائع ارفض ازاي بس ما عندكش فكرة ظروف وحشة دي اتبادلة تقلمت من كتر العشرة الاميس بقول رحموني الشراب قدم استقالته من سنتين يلا حكاة بقى الدرامة على الاخر ها مش اقبالك انت ولا ايه اه حاجة حسن ما فيش هنعمل ايه عن اذنك هروحك تبجواب لعمك ابو جادر ها هنتكلم كلام كتير بعدين والد العزيز اكتب اليك رسالتي هذه من وسط حقول البطرول ومناجم الفوسفات والحديد يلا والذهب كمان هو يعني حيجي فاتش علي معقول يكون حد من الجماعة دول قدم فيه شكوى كيدية لكن ده انا كويس معاهم كلهم هيشتكوني ليه صباح الخير يا أستاذ مرزو صباح الخير المو صباح الخير يا أستاذ جميل صباح الخير يا أستاذ عايز ايه ده يا أستاذة فاطلة انت حتطبخي في المكتب اعمل ايه يا مرزو أفندي ازا كان كل يوم على مرجع البيت يكون راح مني ساحتين في القتوبي السوزيال ايه بش دي شركة محترمة مايصاحش بقى فيها طبيخ حضرتك زعلان ليه يا أستاذ مرزو ما كل الشركات بيطبخوا فيها ولا منشاف ولا مندرج شركات مين يا عام ده انت لما تمشي قدام اي وزارة تشم رحة الطبيخ من على موعد كيلو الله 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 نزوم ايه الكلام ده انا بصفة هنا رئيس المكتب لا اسمح بالكلام ده اطلاقا جميع شركات القطاع العام عظيمة وجميع الوزارات اعظم والعزة للوطن يعني اطبخ ولا ما اطبخش يا مرزو أفندي خايف اقول لها ما تطبخيش تكون هي اللي بترقعني الشكاوي اطبخ يا أستاذة فاطمة اطبخي بس ما خلي بالك لو حد دخل علينا ابقى دار المسائل دي شوية لمسؤولية برضو انا صاحب عيال حاضر يا مرزو أفندي ما تخافش هو ماله مش طبيعي النهار ده ليه ده من ساعة ما جاء هو عمالي بوصلنا من تحت النظارة صباحا كير يا مرزو أخوي اهدل يا شمعيه اذا صح اهدل يا شمعيه عملت ايه في الجماعية كله دفع والفلوس اهدل يا من تكريم يا رب اهدل يا مرزو اهدل يا مرزو اهدل يا مرزو هاي ايه الاخبار ما حصلتش حاجة من ساعة طب كويس الاولاد فين جم المدرسة ودخلوا قوتهم مبيزات طب كوي ايه تأكل لا 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 سيبي كل حاجة وخصوصا اللفة دي مالكش دعوة بيها ديها واحدة بس تصبوط هيا الحيطة دي هيا دي كنت دول منين يا مرسوين كتبتهم عند واحد خطات صاحبي والله يا حفيظة عدت ساعة بحلها اناقي واختار لحد مرسيت على دول حاكم عندو بقى شعارات مندي كتير قوي مس لازمتها ايه الحاجات يا مرزو لازمتها ايزا دول يمكن يبعدوا عنا مصيبة قيلة اتفرجي شوفي يا حفيظة شايفة شايفة الكلام شوفي 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 شايفة حفيظة ايوه يا اخوي تعال اما قلت بقى علشان العالم ما نسمعوناش ابق بين وقت والتاني يسيب بباب الشقة موارب علشان انطلعينه منازينه على السلم يقروا الشعارات حاضر يا اخوي الله انت جيت يا بابا ايوه يا حبيب احنا مش هناكل بقى الله الله ايه يا بابا الحاجات دي كلها محدش يلمس حاجة ابوكو عارف هو بيعمل ايه يلا يا امين فضل الحيطة اللي هناك دي عشان تعلق فيها الشعارات وانت يا مونة ساعدين عشان نعلق في الحيطة دي واتلي الدبابيس لكن ليه يا بابا من غير ليه من غير اسئلة اشتغلي وانت ساكتها اسمعي كلام ابوكي يا مونة يلا بهم با شوية علشان نلحق نتغدى طيب حذر بقى احنا طبخين ايه النهاردة يا بابا لا حول الله يا ربدي هو الطبيق ده ورايا ورايا في كل حيط عاملين قرعى حتاكل صوابعك وراها تاني قرعى ما احنا كنا منه كتير لحد ما زهقنا هو اللي مالي السوق في دلتة لب لما قلت يا بس ما فيت غيره يا بابا اللي كازي كلها عندك الكيش رفص هربزاء هكفتحه يا صلاة النبي يا صلاة النبي انا عارف انك لازم اشراك الحاجات دي من زمان لكن انا كنت منتظر لما تنزل حاجة كويسة في السوق ربنا خليك لي يا بابا وانت يا مونة تعالي خدي دول علشانك وخدي دول كمان بقى علشان تاخدي دروس حصوصية في الرياضة لازم تتقوي فيها خلي الفلوس معاك يا بابا انا بذاكر كويس ومش محتاجة للدروس انا عارف ان انت بتذاكر كويس بس انت دخلة شهادة وعايزة مجموعة خدي لكن الحاجات دي كتير قوي يا بابا جرى ايه اولاد ده انت ولاد مرزوق افاندي على سن ورمح ما تقول لهم يا حفيظة خدي ربنا يخليك له انت ما دل دعيتي للدعوة دي الدوة بتاعي كوي انا كمان انا ليه يا بابا كلنتي مانا بغلي لبان بكر وبشراو صحيتك بالدنيا عندي يا حفيظة ربنا يخليك ليه قولي يا مرزوق نعم جبت الفلوس دي مين دل ما هي على الاد ما انا كنت عابل جمعية وابطها النهاردة طيب مش كنت جبت لها تقمي سنتي بس مقدام الناس يا ستة الامصان الموجودة هتقضي دي دي اقتهم دابت دوريهم الناحة التانية دورتهم مرتين طب اقولك الامصان الطويلة خدي من تحت وعمل الياء والامصان اللي كمامها طويلة خدي من كمام وعمل الياء وهو يبقى قميس نصكم ماشي نفسي جواية تتضبر يعني ما تدقيش ايه رأيكم ماشالله شايف الحلاوة يا مرزوق ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه كيف فرحلين بك ازاي؟ تعرف يا حافظة؟ اجوى فرحتهم عندي دي بالدنيا كلها ان شاء الله حتى يلبس الأمصان من غير يا قات المهم المهم ربنا يسترها معانا لحد من ربيهم ان شاء الله يا ربي ها اتوى اشتراك موسيقى مهبتة اللي يمكني لا اتمنى لحذرك لا 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 متاحهش مرسي مرسي لكر تصور حذرك اسم للمة دي دايما توقع معاني كل مرة نخلز هذا حذركك سكن هنا ولا لا؟ لا اسكنyo طبعا أنا جمال ساكي ما أنا عارفة تفضل اتفضل حضرتك القبي لا أنا صحش مرسي أنا اسمي جابرة جابرة عبرابي وأنا اسمي مودة عشت الأسامي مرسي أنا مهدس جيولوجي وأنا في السنوية المدرسة الأهلية للبنامي شعب تولوني بإذن الله هتنجحي مرسي تعرف أن المستقبل كله لدراستك؟ أه أكيد طبعاً وده كان واضح من أول يوم أن أشتغلت فيه تفضل تفضل حضرتك القبي لا لا صحش مرسي على فكرة أنا كنت عاوزة أعطذر لك على ما حصل من بابا بابا مين؟ بابا يا أهلا بابا يا أهلا بابا يا أهلا بابا يا أهلا باباك يا أهلا بس أبت عملت معاك بولك ما تيجي واحدة واحدة من الأول عشان كيف سابيععمل مش فيه واحد مبارح تلعي عزبك على هيفا والزيدة؟ أه الرجل اللي عام زبت تعيز زبادي ده ده بابا باباك بتاع زبادي؟ اه زبابا بتاعك وبتاع بابايا بابا بزازة في الأهلا في الأهلا في الأهلا يعني أنا ما عنديش فكرة أنه بتاع زبادي يبقى 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 في الأهلا أنا آسف جدا أنا يا سلام يا سلام سيب اللي في ايدك يا حفيظة واسمع الميساق اسمعيه علشان تستفيدي حاضر يا خوي إن النصر ضد الاستعمار لم يكن نهاية المطاف وإنما كان بداية العمل الحقيقي وكان مجرد مركز أكثر ملائمة لمواصلة الحرب من أجل الحرية وضمانها مزدهرة على أرضه إلى الأبد فضالي لا اتفدت لحضريتك الأول لا بالله ما صحش ارسيه تباين على حضريتك زهلت فجأة هو في الحياة أنا يعني زعلان ومكسوف بس أنا اعتذرت لك أنا أصلي زعلان ومكسوف من نفسي يعني طبع إن أنا مش هلابود بابا على قبل ما مصعب وحسب لكن قبل طيب وزمانه ليس؟ بس أنا لازم اعتذر له وبابوس رأسه يا خبر مش للدرجات دي خبر بس ايه طعفين ايه ايه وما خلوت وثلنا جاقة اه اه اهم بصرع كده او مرافع السلم ونفسي مطلطعش انا كمال شوفي مين يا حفيظة غداة النصر العظيم في السويس لمن هذه الإرادة الحرة التي استخلصها الشعب المصري من قلب المعركة الرحلة أبين عليكي مرسوطة لازم الحصة كانت كويسة قبل كويسة وبس دي أحسن حصة خدتها في حيث ولسه كمان لما هتخش في المقرر أكتر وأكتر هتحب الرياضة قوي إذا كان على كده بقى أنا حبيتها خلاص يا بابا برافو برافو عن إذنك لمن هذه الإرادة الحرة التي استخلصها الشعب المصري من قلب المعركة الرهيبة وكان الرد التاريخي الذي لا رد غيره هو أن هذه الإرادة لا يمكن أن تكون لغير الشعب ولا يمكن أن تعمل لغير تحقيق أهدافه كنت يا حفيظة؟ آه شكراً إن الشعوب لا تستخلص إرادتها من قبضة الغاصب موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا بيك انت بتعمل ايه؟ لا ابدا اصلنا كنت ركب اوتوبيس وبعدين الاوتوبيس تعطل قالوا ان ننزلوا واللي حب النبي يزق عادنا نزق 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 لغاية الاوتوبيس ما اشتغل الركاب بيجب الاوتوبيس وانا ما يحقتوش وبعدين 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 بقى فضلت ماشي 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 بلد تشني وبلد تحطني لحد ما تعبت قلت اقف استراح شوية لقيت نفسي واقف قدام المدرسة بتاعتي وانا ما عرفش سلام على الاسم والنصيب مش كده والنبي انت مروح؟ وانت انا مروح اه عندك منع مروح سوا اخذ حد يشوفنا انا حاسس انت عايز تقولي حاجة بس مكسوفة وانا متحقق ان انت عايز تقول حاجة بس مكسوفة اما ما هي دي المصيبة بتاعتي دايما ببقى مكسوف اسألها هقولك على حكاية وانا صغير كنت شائع جدا جدا يعني فجاءت والدتي دايما تقولي يا واد تكسف كسف يا واد يا واد تكسف حد ما بقيت زي ما انت شايفة كده مكسوف و وقعدة شوية تعرف اني دار ما تخفينتي بش مهانا؟ ربنا يا بخصو اه 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 فضلي لا اتقدر حردك الاول لا ده وضع ما صاح الشعنة مرسي يا سلام قاله وتعرف قديه هي حلوة وجميلة ورقيقة و لا بحكيته هي مكسوفة و لا ديه وهي تسلم عليها هلاهه و علا ديه دي بتطلع كهرابه يا جدعا بس تعرف حلص انا انا حبيتها من اول نظرة و مش عارف اعملها و مراكمان اصلا انا بضرب لاخنة اول و بشوفها و مبقاش عارف اقول حالا تعرف نادرين علي لو ربنا اكرمنا في المسائل دي والعملية بقى سولا دي حاجبناك بشير الكرشة ولحمة راس انا 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 ا هل تعطل مبارح عشان يتعطل النهاردة؟ طب مانا عارف؟ ايه عارفة؟ هلا انا قفلي بقى تعرف؟ دي اول مرة اتكلم فيها مع واحد غريب وانا كمان وتعرف كمان؟ دي اول مرة اخرج فيها مع احد غير بابا او ماما او اخويها وانا كمان لا انت بتضحك علي بقى معقولة بقى مكنش لك صاحبة قبل مينة؟ انا حياتي مونا كانت تغري الناس كلها في الوقت اللي كان اي شابه بيحس بالحب ويبقى مشغول به كنت انا بحس بالمسؤولات اللي ودالي وبقى مشغول بدروسي كنت بزاك الليل ونهار علشان هنجح وحقق امني واسد الناس اللي حولي وديك نجحت وبقيت مهندس يولوشي قد الدني قصدك مهندس حيوانات ايه؟ 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 ما تقولش حاجة انا حاسة بكل اللي انت عايز تقوله فاهمان؟ صحيحة ايه؟ يا صحيحة اعرفة مونا؟ اعرفة ايه؟ اول مرة حاسة ان بتوع السنوالة عامة انا اقدر ان بتوع لدك الريوس الساعة كما عندك في المنابة يا حفيز الساعة تمانية يا أخو ما ليس وقت؟ الراديو فين؟ جو محمد اللي بلاي يا مونة هات الراديو يا مونة يا حفيز حبيت ألف مرة قلت الراديو دا يتصلح ما اكنا مش لقيين نومد يا مرزوك مات يا ستي انت فتح الراديو على المزيكة حد دلوقتي بيسمع مزيكة انا قلت بيتمرى الراديو دا يبقى دايما مفتوخ عن أخبار ولا لا يسيد الوطنية انا عارف بعمل ايه؟ انا عارف بعمل ايه؟ حقائق يقدمها احمد سعيد ومحمد عروغ يو ما بعرفش اذاكرو الراديو دا صوته عادي اتعودوا من هنا ورايحت الزاكرو هو صوته عادي وانت عارفة ليه؟ عارفة يا حمود عارفة طب نسمع مزيكة بدل يبيد قلبه؟ شوفوا بنتك اللي عاوزة تودينا في داهية؟ أبوكو قادرة بمصلحتكم اتفضلوا روحوا زاكرو بوضتكم اتفضلوا خلولي اسمع بقى يالله خشوا على وقت يالله تاني مرة ما تتحسنوش بحاجات جديد اتفضلوا الحقائق اختفى من الوجود امام سيل الحقائق الذي انهال عليه من اعداء ناصرية هذا هو اهمكم الذي تطمعون فيه ان يختفي البرنامج الذي يفضحكم يا رب فضح على خير يا رب اتشعب يا رب مبعدين بقى هو حيبتدي يمشي وراي ولا ايه اسمعي مفيش ده هتتأخر اكتر من كده الظهر اللي طويز بتاعك حيتأخر خد ركاب تاكس بس يا بابا مفيش بس روح انتي حاضر صباح الخير صباح النور يا سعد البيه مش حاضرك برضو اللي ساكن تحتي خدمك مزوء الفيوم يا سعد البيه اهلا وسهلا انا اسمي جابر عبد الربو انا عمو اكرم يا فندم الجابر عبد الربو قاد والواحد منهم تلاقي له يجي مت اسم انا اسف لان ليلتها ابيتت حضرتك مقابلة مش ولا بد يا خبر يا سعد البيه ده حضرتك كنت بتمارس حريتك الشخصية والحرية دي زي نسمة الهوى محدش يقدر يعيش من غيرها والحمد لله الجو في مصر كله طراوة وهوى على الاخر من كانت أنت طراوة ما وعدك راجل ضريف وفي حاله والله يا سعاد الضريف وفي حاله لي والله Those are Uniti من البيت للشغل ومن الشغل للبيت من الشغل للبيت وبيني وبينك انا دايما فاتح الراديو على برنامج أكاذيب تكشفها حقائقة وش معنى البرنامج ده بالذات اصله برنامج وطني جدا ما شاء الله ولما بسمعه تلاقي قلبي بينطر من الفرحة ايه الساعة جيلها كم دلوقتي اه حوالي سبعة ونص كده موصلات بقى ازاي زفت حليني بقى على ميجي اوتوبيس ونركب ايه يا اخوة شديني في الكلام شد زي كنت انت حدق انا حدق منك بقول فين على الوتوبيس ما ييجي يكون الواحد داخم الوقفة ومايله ساعة البيه الوقوف الشمس شيء محبب ومفيد للبدن عشان كده انا شخصيا عمري مزعل الوتوبيس جاه مجاش على راحته بس الناس وراء موعيدة او ساز مرزوق خلاص ساعة البيه بدما ينزلوا بيوته بسبعة ولا سبعة ونص ينزلوا خمسة ينزلوا اربعة الله ما يباتوا في الشغل بقى احسن مالوا فكرة عظيمة وكل فايدة للوطن ثم الصحيان بدري كل رياضة اعتقني بقى وحل عنا الله يخرب بيه تك الوتوبيس واصل اهو هنا درجة اقول اللي عايز درجة ثانية خشي جوه خشي يا ست انت اللي وقف على الباب اللي شايل العيل خشي جوه خشي يا خينا اوعي ابن انت اللي وقف السكة واقف اوعي خشي جوه يا ساتن يا رب زحم غير طبيعي والمصيب ان كل يوم من ده صبح وبعد الضهر ايو يا اخوة جرجرن في الكلام جرجرن يا ساعة البيت ده احنا بنزيد زي الارانب الحكومة هتعملي بس كان الله فعونها وعوني وعوني اللي خلفوني كل واحد يجاهز بك مش عايزين واجع قلب على الصف طب والمطبات دي الحكوة برضو معزولة فيها واستاذ مرزوق لا بقى ده باينه نويلة علنية شوف يا ساعة البيت انا رأي شخصيا المطبات دي مقصودة لها فوائد صحية صحية ايه ده الواحد دور اوتوبيس عامل زي اليوم طالع نازل طالع نازل ما الحركة دي بتخلي الاكل تهضم وتخلي دايما نفسك مفتوح على الاكل اكل ايه يا ساعة مرزوق هو حد لقى ياكل ازاي بقى الخير على الافة من يشير افة مين يا عامل تلاقيك مفترتش كل واحد يخلي باله من محفظة مش عايزين داوش ولا وجع دماغ خش يا محل خش جوه تصور حبيتك اول ما جيت مصر ناشروا من البنطرون في الاوتوبيس ويعرفتش غير بعد ما زلتي في الشارع لما لقيت الناس كلها بالبصلة وتبح البنطرون البنطرون يا ساعة البيه لك انو كمان حينشيلوا السروال لولا ساتر ربنا الدكة كت متبدة جامل ما عرفوش اطعوها بس برضو يا ساعة البيه الحكومة معزورة لان كل مجتمع فيه الصالح وفيه الطالح اقوله سروال يقولي معزورة وراء تذاكر تذاكر وراء لا عناك انت انا اللي هدفع لا بقى انا زي اخوك الصغار وما تكسفنيش وانا برضو زي والدك وارجوك ما تحرجنيش وانا مش فضلكم خلصونا بقى خلانشوف غيركم ما تزعايش اطفضل حضر تدفع عشان ما تزعايش لان انا يهمني رضاك لا بقى انا ليهمني رضاك وشايفك واخر على خطرك مني عشان كده حسيبك انت اللي تدفع يا عالم خلصونا وخلوا عندكم دم وادفعوا بقى الله اتفضل هاد تذكرتين وبلاشتون تلسان يا ناس حرام عليكم ده انا عمل من الصبحة هاتي من اول اوتوبيس عايزين فكى عايزين فكى الله يخرب بيوتكم مفيش اخر كده ضايب مزاكد اهيه والباقي اهو على ظهر التذكر اطفض مفيش حاجس مع ظهر التذكر اه بصلي هنا شل ايدك لاخدك على حنطر عينك منك له ايه خرب بيتك الكمسان يودى نفسه في دهية مش تعرف الاول انت بتكلم مين قبل ما تندم بص فيك وفي اللي جابوه ايه تبتهددوني طب وديني ما انا سايفكو اللي حتس انا بقى مصم من اللي احنا نروح القسة اطلع استساين ايه لا يوجدétique صبтра اعرفقي وانا حسيبك وانا حسيبك حاضرا فندم كل التعليمات حتنفز على فندم مع سلامنا مع سلام يا فندم هي يا راجل لاستهرا بتاعك دا بقيت صحيح من عز النوم وجبني على ملوشي سمي يا سيد الخبر الخطير اللي ما تقدرش تقول عنيه في التليفون اسود مهرنا اسود مهرنا يا ساتر يا رب ايه في ايه اكتشفوا مقامر القلب نظام الحب و الدول يا كلها مقلوبة ايه بتقول ايه تمام يا فنم العربية لستك طلبتها جاهزة خلي بالك اجمع بقيت زملاء حسك تعليمات ويا التعليمات دي هتخلص النهاردة مهرنا قريبا مهرنا ايه 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 في ايته هو يا سعاد تلبيا مش عايزين يدفعوا تذاكر ولما طلبت منه التذاكر ضربوني وشتموني وسبوني سبع عالني كمان احترم نفسك وشوف بتكلم مين ومين اللي قدامك يا سعد البيه الحقه حقه والعدل عدل أنا حسيب البيه مع سيادتك تتفهمه مع بعض واتفضل يا سعد البيه اتفضل اتفضل شوف حضرتك حضرتك طبعا عارف في الأوتوبيسات واللي بيحصل في الأوتوبيسات أنت تخرص خالص أما بأسألك بأتكلم أنا أصلي كنت راكب مع الرجل العظيم يا فندم العفو ده أنت الرجل الأعظم معقولة حد أعظم الناس ما مات برضو يا مذنب لا فندم ده يعني من الناس اللي إيه 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 ده والتخرص تعيزوا نفسكم في معتقلين حتوصل للأقسام بين لحظة والتانية مش عايز أي حاجة تشغلكم عن المهمة مفهوم اسمع مصطفى أنا أفضل أنك تجيني حالا حالا فندم يا شاعدت البيه أنت تخرص خالص أنا مش فضلكم شويش خد لتنين دولة التخشيبة لما بأفضل أبحقق معهم وإنتوا تطلعوا بالأتوبيس مفيش داعي أنك تعطلوا الناس أكتر من كده يا شاعدت يا شاعدت البيه يا شاعدت البيه لأني مع ساحات البيه ده وساحات البيه معايا بقول لك بروه مع التخشيبة شويش تخشيبة إيه بيه ده إحنا ناس محترمين أنا محترمين بلى كلام فارغ يا ساحات البيه إنتوا إفساكت ليه ما تقولهم حاجة أقول إيه بس أنا كل ما جاءتكلم وقول لي أخرى ساخر لأوريهم حاجة من اللي محاجة عشان يعرفوا أنت مين لأوريهم إيه مش فاه قدام انت وهو الله يخرب بيتكم قرفتونا في عشتنا لأفضلك مفيش داعي للتصرع وبعدين قرفناك إزاي وإحنا ما شفناكش عبلي كده هو حد قرفنا كل يوم إلا الأوتوبيسات وبدوع الأوتوبيسات قدامي يا أخويا لأ لأفضلك ملاش كلمة قدامي إيه أنا مرة واحد قال لي ورايا باياعتم الله أكبر روحت فدايا أنا روحت فدايا طب قدامي ورجع فرق إيه فضلك مفيش داعي للكلام ده ورايا وخلي يومكم عبدي لأ بقى ما أنت ترسلك على حد يا وراك يا قدامي ما معد ما دم ترسلك يا فاين ستلع تمام يا فندم إيه الأخبار التعليمات وصلت وشغالين يا فندم طيب خلاص تمام يا فندم خلاص يا فندم الفرام بتتلمي في المصيادة وزمان القطط بتلعبها زي الأوامر وأكتر شوية لا يا فندم اتطمن ضل ضيوف وإكرام الضيف واجب مع السلام يا فندم بقول إيه ساعة البيه أيو مش كان واجب برضو سيادتك يعني توريهم حاجة مثل معاك بدل البهدالة اللي احنا فيها دي يعني حاجة زي يعني كرنيه مثلا هم مش بيدوا سيادتك ينكر نهات أو أكيد حدونا طبع بس أنا لسه جديد يدوب من السلم الشغل جديد جديد لكن إيمة سيادتك فيك برضو إيمة يا عم هو اللي بيشتغل مع البهيم والحيوانات تبقى له إيمة حيوانات حيوانات إيه ساعة البيه أنا أصلي بشتغل في جماعية الرزق بالحيوانات حتى الحيوانات بيرقبوها قعدت يا مرزوق أفندي سنين بحلها أبو يدعي لي وذاكر أم تدعي لي وذاكر إخواتي يدعو لي وذاكر وفي الآخر شغلوني بالرفق بالحيوان هي صحية وظيفة كبيرة وفيها مسؤولية إنها مش تخصصي هي الوظيفة إيه بالزبط أنا مسؤولي استلام وتسليم في جماعة الرفق بالحيوان باهم تدخل أمضي عليها باهم تخرج أمضي الناس عليها كلام ده حقيقي ده جواب القوة العاملة ده للذكرة والتاريخ بقى كده زي ما انت شايف هم الإيه بقى اللي مش عايزين لبن النهاردة تراخ ما عندنا عش مكوى النهاردة تراخ ما فيه الزبالة النهاردة تراخ مناع بزارة الحضرتك تسكي مش حرحم عينيك تبكي مش حسأل عليك تاخد بلق اه الساعة تشفى مراحة شيطان لما يلهفك ملبسهم لكلهم جلاليه بلدي وانا فاكرهم لبسين هدوم الشغل لا فيه جلابية بارتي بارتي في عينك انت عارف النجمة اللي كنت عتوقها فوق نفوخي ونفوخ حفيظة دي تمانها كام عارف تمانها كام ايوه النجمة غالي لأيانك اغرس تاني مرة تحترم شعور جلانك وتبقى تمشي على تراطيف صابعك مفيش حاضر الله يلعن الأوتوبيسات والسنة الأوتوبيسات انا طول عمر حب الترماي كان لازم يعنى تخاني في الأوتوبيس وعمل مشكلة تقعد بالساعة في الترماي ما تشوفش كمساري واحد واحيان كتيرا ما تشوفش السواق كمان ما انا طول عمر في حال يا ربي المترو اسرع بس ايه الكمسارية بتوع ما بيعتقوش الباب يتقفل من هنا ودول ورق 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 تباش الزوم الكمساري قبلا انت بتهاد تقول ايه يا ابن انت والله يا ما انا عارف واستاذ مرزوق ما تخلصونا يا اخوانا اللي هنا يا جماعة مش كده ما انا مش عايز حد منهم ينام في بيته النهاردة لموهم من كل مكان ما تقوليش السجون مليانة ده مش شغلي لو ما طهرتش البلد منهم في خلال ساعات هتكون المسؤول الاول قدامي وانت عارفني كويس مع السلامة علو صباح الخير يا فندم انا حبيت اطمن سيادتك ان كله تمام اكيد يا فندم سلامة الوطن امانة في الابتنا وزي ما اكتشفنا المؤامرة في هدوء حنحافظ على الامن برضو في هدوء يا فندم مع السلام يا فندم مع السلامة مع السلامة من فيكم محمد فامي ايو فندم انت محمد فامي ايو فندم اي خدمة اتفضل معايا على فين يا فندم ده شتاش معايا هدوء انا مع مالسي حاجة انا مع مالسي حاجة واحنا كامش نعمل لك حاجة انا مع مالسي حاجة انا مع مالسي حاجة ليمين غيرك يا بلدي ليمين يلي علمتيني ايه معنى الحنين انت اللي ارضك طيبة والغربة فيك قريبة انت اللي ارضك طيبة والغربة فيك قريبة يحنينا يحنينا على قلبنا طول السنين ماشيين يا بلدي في سكتك ماشيين يا بلدي في سكتك حريتك حريتك هي الطريق بالصب والرأي الجريق بالحب يا بلدي بالحب ولادك مخلصين لتالك مرة بقولك المعاني اللي انا كنتبتها ما تتقلش بالشكل ده ايه يا علم انا وحش انا انت انا عايز تقولي ان انا المثلتها وحش انا مش عايزك تمتسلها انا عايزك تحساها يعني انا ما عنديش احساسي انا بحسش انا شوفنا انا هعمل ايه طب شوف حس انا حس بعدك عين ليه يمين ليه يمين غيرك يا بلدي ليه يمين يلي علمتيني ايه معنى الحنين انت اللي ارضك طيبة والغربة فيك قريبة وشرفك يا بلدي لا تبقي يا بلدي حياتك هي عمري وقدرك هو قدري حرية على طول الزمان حب حب وسلام في اي مكان وشرفك يا بلدي صحابة وتعدي وبردو وبردو انت بلدي مهما عملوا يا بلدي فيك احنا ليك احنا بيك ده احنا يا ما اخدنا منك فيها ايه لو يوم نديك كلام فارغ كلام فارغ احنا عمرنا ما هنتقدم خطوة واحدة ايه زفضلنا على كده الناس خلاص شعورها مات وانا اتحدى اي واحد يفهم اللي انت بتقوله ده وينفعل به لازم صرخة بالدم علشان الناس تصحى وتفوق ايه ابا تحسرخة ايه ودم ايه احنا بالناس انتمعنا اينا في الفرقة ها انا عملت ادوار مع الاساسات ايه رأيك يا جماعة تيجوا معنا اهه على فينا يا ساعات البيت هنوديكم مصرح اكبر علشان تعرفوا تمثله وتاخدوا حريتكم كويس اهه ايه رأيك اللي هذا انا عايز ااخد حريتي في التمثيل ابي روح يا شيخ ربنا يا سرعة معاك ده الطلب الوحيد اللي انا قدت بطلبهم ربنا شايف يا محمود المصرح بيجي لغاية عندي تعال معايا بقى احنا ده محمود ولاده التاني هاتوم 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 امشوا داري نازل ايدك هاتزرج المعايق امشي 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 عايق يلا خاخش امشي جوا اخش يلا يلا ماشي خاخش جوا ما سويش اصلا يا سويش احنا هنبدأ ملطوعين لحد امتى هنا عاوز ايه؟ عايزين نخرج بقى حرام عليكم احنا مستعدين يبوص على ادناء كل الكمسرية والسويين اللي في البلد ايوه يا اخوة اعملوا مجانين اعملوا مجانين؟ احنا مجانين شاعر جالك كلامي يا استاذ محمود يا شاعري عظيم مش قلتلك البلد بازت ومحتاجة لعملية تغيير دم والدم ما يتغيرش اللي بالدم اللي بتقول عليه ده حتى اذا كان قوي في مظهره لكن في حياته كله ضعف وجب لانه بيعتمد على الغدر والتدمير والحقت وده اللي مصر ما عادتش ترضى بيه او تتحمله يعني نستسلم للظلم مين قال كده؟ لازم كلنا نقول لا لكل غلط نقولها مليون مرة كل يوم كل دقيقة كل ثانية لازم نقولها الحب الحب من غير يأس من غير حقت لغاية ما نلاقي اللي يسمعنا هتيكوا ترميتوا في السجن وبعد شوية هتكونوا في المعتقل يعني خلاص محدش هيسمعكم إلا سجنينهم ده بيقول معتقل يا أستاذ مرزول يا مرزول دي تبقى مصيبة سعودة لمو أخذ يا ابني انتو بيين هنا ليه؟ لا ما فيش أسلحنا كنا بنعمل مسرحية وطنية على مسرح الجمع ايه؟ انا واقف على المسرح بمثل بقى والستائر خلفي والإضاءة مشيعة من فوقي وبندمج بقول يعني ليمين غيرك يا بلدي ليمين يعني المفروض الواحد بيقول ويندمج وطلع كل اللي عنده يعني هيه هجيدي اللي من فوق ورجل شمال سيبك من إيدك ورجلك دلوقتي فهمني ايه اللي جابكم هنا اه ايه اللي جابنا هنا احنا كنا بنمثل وبعدين اللي هنا مجموعة كبيرة بتحوطنا انا قلت دول معجبين قمت واقف رايح لقيتهم بيقولوا تعالوا معنا عشان نودوكم مسرح كبير ونخلوكم تمثلوا أحسن وعلى أكبر يعني جابونا هنا قال دي أكبر من مسرح طيب والله مسرح ما أكبر منه يعني انتوا جايين هنا عشان تمثلوا؟ ان شاء الله احنا كلنا هنا زي بعض معتقلين سياسيين معتقلين سياسيين احنا 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 مناش دعوة بالله احنا ما تتكلم يا منيل انت ايوة احنا احنا لمؤخزة يعني مؤخزة عن بتوع الأوتوبيس مناش علاقة بال ايوة فنة طلبنا اللوريات وزمنها جاية يا فنة حاضر يا فنة بحاضر احنا استعجلها حانا يا فنة مساء الخير عاملين ايه؟ طالع عينينا من الصبح طبعا التكشيبة مليانة ايه بتتميلي طب ما تروحت استريح شوي استريح فين؟ ده انا عند اجتماع في وزارة الداخلية يا ماما مش هاتكل الك لقمة بقى هااكل ازاي وابوك وماجاش لحد دلوقت بس ماتقليش انت يا ماما يا ماما لغاية حتجته معاه يمكن راح مشوار كده ولا كده يمكن عند حد من اصحابه ما؟ مش ممكن كان لازم يقولي ده عمره مع ملق طب اهلي بس سادي طب اطلق اطلق مش معقول باش رأى واخدنا على فين واخدنا على مهنة جهالنا مرحب انتحك علينا يا اخوانا وقابلنا مصر يا اخوانا احنا جانا هنا غلط والله العظيم احنا هنا غلط دعنا ابتعله انطبيه يا اخوانا اشتركوا في القناة سوف ايزالże ليه انا اول ما هنلزل اittبعه اخوانا فنن 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 احنا فننين يا كده اه 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 بس اخير يا جبا عبد انا انا جابر عبد الرب هو مهندس خان الجيروية الله الله احنا هل يتهزق كده يا جبان العمر بتهزق بتهزق هنا مسؤول اللي هنا مطبخ لا 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 انا كنت بقول مرنامج الكازين تكشب يا رب يا رب يا رب اتا انت فين يا مرزو يا قوي اتا اتا جمايل يا رب دحنا غلامة ومن نشيره ها في اخضاري امي نعم مش كده يا ماما بقى ده عمر يا اختي مع بالها لازل جرانه حاجة يا بولا لازل جرانه حاجة ماما انا هروح اسأل عليه اسمين والاستاذ اسمائيش روح يا فويا روح يا عبيبي روح يا فويا قولي لي يا اختي هو باقي الكيش رايح بي الا بقردتي بيسطب ابدا يا ماما انا ركبت الاوتوبيس وصدت وقفت عالمحط حتى الاسود الي ساكل فوئينة تنواف معا يا قرابي الرجل الي ساكل فوق تتتطعوا! تتحطنا إلينا! لا ترغبت أن أزبعت! لا تبحث عني! يمينينا! أنت تبحث عنك! تباز grad أبي Wirheiten! يا رب! انا ابو اكرم بلا ايه؟ ايه؟ ايه ايه؟ 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 هو فينا سينا؟ التمنى؟ او ملعني فيه جن؟ كسرطة عظم الله ينخرب بوتكم اين؟ ابو باتتي؟ اله يصيرك يا ابني جاهد الدنيا واخر وكفك شر المؤذيينهم لد الحرار ايوة كده دعيله دعوة حلوة؟ والله يا أبم جابر بدعيه ليل ونهار حتى وانا نايم قلبي بقى صرام بدعيد لك اللي من دول فكري مشغول عليه قوي ولا تشغل بلك يا أخويا جابر عائل وابن حلال ما قلتش حاجل بس ابنك دلوقتي معاه قرشي بيجر في ايده ومصر واسعة وولاد الحرام ما خدوش لو قادر حلال حاجل ربنا معاه يحروث ويرعاه ايه ربنا نجك يا جابر يابني ويصنع حالك يا أب اشتركوا في القناة اهلا يا أخ اهلا سأله اخ نعم لا انا هو اوتوبيس ايه؟ اوتوبيس جماعة سياسية جديدة دي ولا ايه؟ جماعة سياسية ايه يا خونا بحت وعديونا فداια قول لنا ما بديه ايه قول لنا قوامنا يخليك ايوا احسن احنا هنا القلبنا كتير ما بدي ايه يا خونا احنا كنا راجبين اوتوبيس اتخذنا معكم سريقة موجابونا هنا بقول لك ايه احنا هنا زي انا زي بعض يعني ما فيش دعا لللف والدوران تمام وبصراحة كده قولينا على كل حاج ومنحلة هتقول انت هتقول في التحقيق هقول ايه يا اخوانا اه ايه لا احنا هقول ايه اذا كان ما حصلش حاج هقول ايه انا اه الاتوبيس اسمي فيه زكاء الاتوبيس هو البلد والركاب هم الشعب وبما ان الاتوبيسات تعبانة ومهكاة ومحتاجة اصلاحات يبقى البلد تعبانة ومهكاة ومحتاجة اصلاحات صح اخري بقى لك عرفتها ازاي لكن قولي مين الزعيم بتاعكم الزعيم مين يا حبيبي قولي انا تهي انت الجمعية دي طمعيت ايه اخوانا معاكو ناس كتير الناس مين الله ما تاخدوا معانا وتدوا في كلامهم ماضي ده انتو كده حط الوزنك تقبيده او انتا هو هو مين وصل ايه حمدلله دعنا مستنين وبقالنا زمان هو مين مين اللي وصل دلوقتي تشوف الحمدلله الحمدلله اهو انه وصل اه لا 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 مفضحي وعشني ايه السيق الراجل السيق اهلا اهلا بسيك او فتح ايه غيبة طويلة يا راجل سيق اتفجل السريح اكيد تعالت بالمشوار لا 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 ايه جايبها بك اتو معاك ما يصحش يا راجل ما يصحش كيف هي ان احنا نشوف لا 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 اعلم كده اهه اهه بيها علشان ما يشوفهاش ولاد الابالسة اه لا طب هو مستعجل اول كده ليه ابو فتح مستعجل ليه اه عندك على الناس ايه اه 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 لا معلش يا اصطنع ممنوع من الحلو ده راجل سكارة اه هو مين ابو فتح ابو فتح اه اه الواحد من قدر الاتعب اللي حل عليه بيبقى مش ابو فتح مين زي منا اللي كان في السنسانة معانا قبل ما ينتقل للرافيق الاعلى هو انتقل للرافيق الاعلى من كم شاه طب لما هو انتقل للرافيق الاعلى مال حضركوا كنتوا بتكلموا مين ابو فتح ابو فتح مين زي منا اللي لسه خارج قدامك دلوقت كان في حاجة دخل عشان يخرم اه انا مليش دعوة يا سيد اه طبعا ابقوا ليه بس كده اوه اصلا وانت ما نقدرش نشوفه لكن الاستاذ امين راجل روحاني متصل عشان كده هو بس اللي بيقدر يشوفه وياخد منه الهدايا يا سلام انقذنا قم اروحا على الجرايط انا مليش دعوة اه اللطجة السلام يا ابو فتحي فجلنة ونعمها يا ابو فتحي المؤرسة يعني من غير زعل ولا ولنرفزه ما تشخد فيه؟ البوع الليلة بتططب عليها دي بتاعت ايه؟ دي بقعم الدم أبو فاتحي أصلي قتلوا هنا في السنزالة دي قدامنا قبل ما أرزها ملعى سودة كده ليه؟ سودت من الخرص نار أبو فاتحي عشان تعرف قد ايه؟ الحجر يحس ويتقلم من الكتر اللي شوفناك ايه مالك بتلحك ليه ما تضحكنا معاك؟ لا أصلي اللوات صلاح جاين عامل ليهنا كاركاتير يموت بالضحكة هل تشوف أبو تشوف أبو اهههههههههههها جميل اهههههههههههههههه شوف أبو هههههههههههق هههههههه و أنت جنسك إيه؟ أنت بتشتغل إيه بالضبط؟ انا.. مش تهد انا أصلي فنان تفنان تفنان فنان كبير ببا أسلي يا نور النابل يبقى على يتشغل في السيمة والتلفزيون يهىه Helen يهى 물론 التوضل عني لا أحسن لا لاٌ التوضل عندي لا Secret الهى ميزة اتوضل تتوضل يفندي التوضل سيعتك هأه Hooه التفضل عقوب تكث أول لتت عبده بس اصلي بقى محسوبك بيحب الفن والفنانين أبلي بموت فيهم كون اه اه بتحب انت الفن بقى اي 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 او edd او انت هبيتك فنان برضو انا 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 فنان سنكرة احصر العربية كده بمحص عين ومر عليها بنصابعي هخليها احصن من الفبريكة يعني هم جبؤك انا عشان كده أبداً وحياتك يلقبوني وأنا ساق عربيت زبون وقالوا إن معايا منشورات بوزعها وبكتبها ضد الحكومة مع إن إلا بعرفها قرأوا لك ده أنت ما قلتش الكلام ده ليه؟ قلت وحياتك أها قلت ده وبعدين نازلوا فيها ترويق لما قلت حق برقبتي ترويق طيب أي الترويق ده أنا ما أخص ترويق زي ما تقول التلميع زي ما تقول كده بقلو الشيطة العربية في الكربة كيسوا بالد هكن المرح بالليل كانوا بيروقونا أيوة ده الترويق بقى أيوة بس ده الترويق بتاعهم جامد أهوة جدا أما العطول إيه لما يكيفهم؟ أهو بعد الترويق في حاجة تاني اسمها تكيف ولو محظوص قوة وباختك من السماء يجي الفرج يخرجونا يعنى يخرجو مين يا عم؟ يجي الفرج يعنى يجي عصرقيل يأخد الأمانة ويخلصك من اللي أنت فيه لا يا عم زي كان كده يبقى الترويق والتكريف احسن اتيالك ناس كتير معانا هنا ليل ونهار انتظر الفرج ومش لاياء مصر كلها محتاجة لعملية التغيير وزي ما قلتلك التغيير ميجيش الا بالدم انا معاك ان مصر محتاجة التغيير بس ما تنساش في فرق بين انك تغير وبين انك تدمر السامي اللي احنا محتاجينه تغيير بالحب وش بالدم حب الدعوة للحب في الظروف دي معناها الضعف والاستكانة وليه ما يكونش معناها الثقة والإيمان بالنفس افتبوا تغلطوا نفسكم الشر بلوش الا الشر اللي زيه مقاومة الشر يا ابني من اسباب رضى الله لكن الخراب والدمار مهما كان الدوافع من اسباب رضى الشيطان واريت ربنا يكرمنا ونفضل دايما من حزب الله مشكلة برضو حاج والله انا يعني زي ما تقول حضرتك كده يعني انا مليش دعوة بالحاجات دي ايوة بس دي بلدك ولازم تشارك في وجودها ولو بالرأي اي انسان من غير انتماء فكري يبقى عايز زي قلته نعم نعم يا اخويا وبعدين بقى في الكلام اللي مليوش لازمة دا اقل ما فيها يا اخي يبقى لك رأيي ولو بالكلمة ده حتى الحديث الشريط يا سيدنا الشيخ اذا كان انا طول عمري مليش رأيي وترميت هنا اما اذا كان ليه رأيي كنت روحت فين عن اذنكم راح فين هاعف بالطراورة حسن كلامكم ده يود اللومان اللومان ما انت في اللومان يا حج مرزوب يا سيدنا الشيخ احنا جينا هنا غلط احنا بتوع الأوتوبيس وان شاء الله لما يحققوا معانا ويعرفوا الحقيقة حيطلعونا ومش بعيد كمان يعتزرونا لكن احنا مقلنا عمر الدم والتغيير والكلام اللي انتم بتقولوا علينا كله خلونا في حالنا ناس اتمنى فكرك هيطلعوك تاني طبعا حيطلعونا لاننا مظلومين واذا كانوا الصغيرين ما سمعوناش اكيد الكبار حيسمعونا مش انت بس اللي مظلوم فيه ناس كتير هنا معانا مظلومين وهم عارفين كده عارفين ان احنا مظلومين ويرمونا الرمية دي هي دي سياسة اللي في قديهم السلطة النهاردة كل فترة يفهم الحاكم ان فيهم أمر ضده وضد نظامه وان هم اللي اكتشفوها وهم كمان اللي بينجوه منها كده لمو اغزم وطبعا المؤامرات يلزم لها تشوف مليانة بأسماء المتأمرين عشان الحاكم يشوفها ويصدقهم وبعد كده يسلمهم السلطة شوية في شوية لحد البلد ما تبقى في قديهم يا ناس انا رجلت العمر في حالي مليش دعوة بالحاجات دي اهلا سيادة المأمور بلغني ان الضيوف شرفوا عندك عظيم عايزك تهتم بيهم وتكرمهم شخصيا خصوصا اننا دخلين على ترقيات لازم تساعدنا علشان نقدر نساعدك المطلوب اعترافات موقعة وبس اظن واضح واضح يا فندم الحمد لله ان الضيوف المرات يجوم من نصيب الحقيقة يا فندم احنا من زمان نفسنا نخدم تحت امارك مع السلامة حمام الشمس اخبروا ايه واقفين في الشمس من الساعة سبعة ومصفة خمس ساعة مش فطول استعان بالله اللي عايز اقوله ان هنا فيه وشوش مش غريبة عليها وفيه وشوش بشوفها الاول مرة على اي حال اللي لازم تعرفوه ان هنا فيه حق فيه عد فيه مسواة فيه كمان تحقيق علشان كل واحد يعرف ياخد حقه الحمد للغال فيه تحقيق اخرص لا سيبها سنان فيه ايه هل لا ساعة البيه انا بقول بس يعني الحمد لله اللي فيه تحقيق عشان انا والاستاذ جابري لجنبي وضعينا مختلف وضعكم مختلف ايوة فندم احنا بتوع الاوتوبيس بتوع ايه بتوع الاوتوبيس يا فندم اه فهمت بقى انتوا بتوع الاوتوبيس بالضبط يا ساعة البيه عظيم ابقى ابعتلي الرجل الطيب ده على المكتب بعد ساعتنا عشان ناخد ندي مع بعض ونخلص الموضوع وانا تمانا ساعات البيه ما احنا كلنا سوا لا ما تقلقش هبعتلك بعدين ونقعد ندردش كتير مع بعض ربنا اخليك ساعات البيه يا احياء العز يا احياء العز يا احياء العز يا احياء العز احنا يا قلدي احنا يا قلدي اتفضل اتفضل استريح في ريح على البكاتني استننتوا برا استفضل ان تكمله شلمات بارضوموبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوبوب باستفضل الدنيا لسه بخير يا والدي على اي حالة عايزك تكون معايا في منتهى الصراحة والوضوح خصوصا انك بين عليك انك انت راجل كبير ومحترم واكيد اكيد عندك اولاد زمانهم مشغولين عليك تلوات وانت كمان نبسك تشوفكم وترجع لهم بالسلام عند اتنين سعة البيت ولد وبنت ربنا يخليهم لك ويفرحك بيهم يخليك سعة البيت تخد ناشف عارق تخد شوية كلوني يفوقوك تخد احذري تخد اخد احذري يا رهي اتفضل سيجار قطر خيرك يا ساعة البيه انا بقلي السنة ما بشربوش يديك لو ادخن قدامك استغفر الله يا ساعة البيه اتفضل 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 عود ربنا اخليك يا ساعة البيه قولي يا والدي نعم يا بيه قلت لي بقى انك بتاع الاتوبيس بالظبط يا ساعة البيه واحدة واحدة ارجوك عشان اقدر استوعب الموضوع حاضر يا ساعة البيه انا تحت عمرك مين كان معاك في الاتوبيس زميل الاستاذ جابر اللي كان وقف جنبي في الطبور اكتب كان معاه زميله الاستاذ جابر وبعدين يا قلت ايه اللي حصل والله يا فندم مفيش واحنا في الاوتوبيس قالوا ورق اختلفنا مين اللي طلع اختلفتم مين اللي طلع يعني انت كان معاك وزميلك كان معاك ايه فندم هاي ويا ترى كان معاكم زي بعض ولا كان فيه افتلافه والله يا فندم ما عنديش فكرة بالزبط كان معاه هو قد ايه طب انت انت كان معاك كام بالزبط حوالي اه 218 للمصاريف يعني اكتب كان معاه 218 كلها معدة للتوزيع لا ساعة البيه للمصاريف ماه يا والدي للتوزيع ولا للمصاريف ما تفرقش المهم انك شايلهم عشان تديهم لناس تانين في مناسبات مختلفة صح؟ صح والله يا ساعة البيه الواحد بيستلمهم باليمين يوزحهم بالشمال طب اتفضل استريح شك يا ساعة البيه وبعد ايه؟ في الاخر انا دفعت ثمن الورا لا ساعة وقد قمت بالانفاق على جميع هذه الاوراق من جيبي الخاص مش كده يا والدي والله يا ساعة البيه هو تقريبا فيه اختلاف في المعنى بسيط لكن اكيد سيادتك ضليع في اللغة اكتر مني وبعدين؟ الكومساري قال يا لازم فكة يكتب لكم الباقي على ظهر الوراق اما كومساري غير محترم ودي اوراق برضو ينكتب عليها حاجة زي كده عشان كده قلنا له لا الفلوسكم والتذاكركم انتو بتسموا المنشورات تذاكر؟ منشورات؟ منشورات ايه يا ساعة البيه؟ انا بتكلم على تذاكر الاتوبيس مش مهم مش مهم مش هنختلف على التسمية دي حاجة هايفة المهم صد بالموضوع يا والدي موضوع ايه يا ساعة البيه؟ وبعدين معاك انت ناوي تتعبنا ولا ايه يا والدي؟ فكر في نفسك وفي اولادك يلا 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 خليها نخلص ظاهر يا ساعة البيه ان حضرتك بتتكلم في حاجة وانا بتكلم في حاجة تانية خالص انا مظلوم يا ساعة البيه انا بنشدعها بحد ابدا انا طلع عمري في حالي يا ناس طلع عمري في حالي طيب خلاص خلاص انا ما اعلمش عنه ابدا ايه دي ايه انا هقوم بكل حاجة بنياب عنك تعالوا ايه ايه اجيب لك شيء؟ شكرا اسفة تدوي ببعد السريح اكتب سين اين كنت تنوي توزيع هذه المنشورات؟ جيم كنت انوي توزيعها في الاوتوفيس سين وما الهدف من هذا العمل؟ جيم الهدف هو تقليب الرأي العام على نظام الحكم سين ولماذا تقوم بتقليب الرأي العام؟ جيم لاني غير راضي عن القائمين على الحكم واختلف معهم سين هل لديك اقوال اخرى؟ ميم لا تمك اقواله لحين استجوابه مرة اخرى وأوقع امنها اتفضل امضي يا والدي امضي علي يا سعادة البيت دا الكلام دا يوديني في داهية دي بس يا راجل تفكر التفكير الوحش ودي عايزة تفكير يا سعادة البيت نسيني مجيب واحدة منهم توصلني الحمل المشناء يا والدي خليك راجل مؤمن بالله قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا يلا امضي؟ لا لا سعادة البيت مقدر شمدي دا في شو تفاهم والله احنا بتقل وتميز وشوف بقى ما اقولك اندهلي تشويش عب معطي اسمع بقى يا والدي من غير زعل احنا هنا الظراف قوي مع الناس الظراف ورزلين قوي قوي مع الناس الرزلين قلت ايه؟ انا سعادة البيع او زعل انا شخصيا عملت اللي علي انت شايف حاجة تانية انت حر؟ انا شخصيا عب معطي انا شخصيا عب معطي انا شخصيا عب معطي اتفاهم اه؟ جدامي يكون في علمك في ناس كتير جم قبل كده وعملوا مجانين وقالوا احنا بتوع الاتوبيس واطيرات وعربيات الكاررو كمان لكن احنا عقلناه انا شخصيا زاي من حناعقلك دلوقت ايهه الآلاع تشكري üğ قلوا عب معطي موسيقى آه أه آه آه عملت إيه ؟ في الدنيا هاتي أه يا إن padre يا عمري بطفق تقفتني يا أولادي يا أولادي أنت بتاع الأوتوبيس؟ ألوى سعدت بيش شويش قدامي مش قدتلك وحن بتاع الأوتوبيس؟ يا حيال عدل يا حيال عدل السلام عليكم السلام عليكم السلام أمانة لأبو فاني يالله يا أخويا ما تعدت النار حاضر يا عمر ما حدش عايز أي حاجة أمون برد كتر ألف خيرك أبو فاتك في الخير بقولك يا ألمان حاضر ربنا يسترها معاك يا بوشي سمح إيه الحلاوة دي يلا خضوك يا حيال عدل السلامة السلامة أستاذ مرزوق في إيه؟ أستاذ مرزوق في إيه يا أستاذ مرزوق أستاذ مرزوق في إيه؟ في إيه؟ لا إبرب أصلي شويشة عبد المعطي قيده تقيلة شوي هاتو شاي للشاب بالصريف ده شعي شعي حلوين مش كده ها صفير تعال قعد السريح اه اسمك ايه؟ محمود عبد الربون سنك؟ ماني شكلك ما يديش السن ده اللي تشوف اسعات البين ان شاء الله تقول عندي مئة سنة ان شاء الله تقول علي عين انا تحت امرك انما الاستاذ مرزوق هو في ايه؟ بينا عليك طيب وابن حلال وحنعرف نتفاهم كويس تحت امرك يا فنم انا من ايدك دي ايدك دي بتشتغل اين؟ انا موظف في الرفق بالحيوان معك مؤهد؟ ايوه فنم باكالوريوس علوم قسم جولوجيا قسم جولوجيا؟ باكالوريوس علوم قسم جولوجيا ويشغلوك في جمعية الرفق بالحيوان بسمة دي بلد ايشي فزيعة فزيعة مش انت معي في كده برضو؟ انا معك باك ساعة البيت معك ونص حقيقة بس حاملي العين بصيرة والايد قصيرة انا يا جابر متهيالي ان دا اكل لطموح الانسان واماله في المستقبل دا اكتر من الاتل والله ساعة البيت اكيد اكيد شاب زي يبقى عايش في الحياة وهو غير راضي تماما عن كل الاعمال الغلط دي مش كده؟ والله يا فندم انا طول عمري كده يعني السياسة في حياتك من سماء؟ يعني من صغر يا فندم ومين بقى علمك السياسة؟ دا والدي هو كمان سياسي ما عندكش فكرة فندم السياسي درجة اولى هياجب ساعتك جدا كان دائما يقول لي يا جابر سايس الناس يا جابر يا جابر سايس الناس عظيم دلوقتي بقى نتكلم مع بعض في الموضوع اللي انتهنا اساسا علشان شوفة ساعة البيت الصراحة مفيش حسن منها وانت عارف سيادتك ان الشيطان شاطر الشيطان شاطر وقليل الادب كمان دا انا غلطانين دا احنا ندمانين يا فندم ندم على اللي حصل هو اللي عملناها دا شوية وبعدين نبركة في سيادتك بقى تسويها بمعرفتك يعني وبعدين اذا كان مرزوق غيرت ولا حاجة نبوس على جمع بعض والروح هاي يا جابر هاي على العموم انا سويت المسألة كلها بنفسي ايش يا يا جابر اكتب وبسؤال المتهم افاد بانه حاصل على بكالوريوس العلوم قسم جيولوجيا فندم علم طبقات الارض جيولوجيا كتب وقد عينته القوى العاملة في جمعية الرفق بالحيوان ايو اكتب رفق الحيوان دوحات مما اثار في نفسه غبادة تحولت الى حقد شديد ازاي يعرف انت مش فهم وقال على حد تعبيره بانهم ختلوا فيه الانسان ومن هنا قرر ان يعمل من خلال التنظيمات السرية لقلب نظام الحكم اه اسفعة البيت كما على الطرف لأنه طوال حياته كان يعمل بالسياسة مع وكيده كما يا اسفعة البيت اشرب الشي يا جابي اشرب اشرب يا اسفعة البيت نعم يا جابي الكلام اللي السياسة كنتمليه ده عن انا طبعا مش ده كلامك اللي انت للسائل مش ده اعترافاتك لا يا اسفعة البيت السياسة بتتكلم فى حاجة وانا بتتكلم فى حاجة تانية السياسة بتاعكم غير السياسة بتاعتنا احنا بنسياس الناس بناخدهم علي قد اقولهم ممنزعلش حد انما السياسة بتاعكم احنا ما بنفهمش فيها انا غلبان وابو يا غلبان يا بيه احنا ناس غلابة وفحنة انا ام يا اخواتي غلبانين دا احنا بتقول قوتو بيس يا بيه حتى انت يا جابر ياللي بقول عليك رجل طيب جايت ادعي الجنان واتكدبني ما عايش اللي يكدبك اسحة البيه لا امو انت للوقت بتكدبني ما قصد دا ما حصلش اخص عليك اخص عليكم معاملك كويسة بعد النهاردة اخص 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 مش كاده عابده تعلي بنا عيزة بعده عابده مش كله بحدة واحدة قسم عابده شوية فوق وشوية تحت عابده تعلي بتلوته بيزة اخواننا معلش يا أستاذ مرزوح استعني قالوا يعرفوا ان كل كرباج نزل على جزمك هو في الحياة نشان فخر وعزة والكرامة نشان انا لو كام نشان زيه ده يا ابني هيخلصوا علي الرجل جسمه بتمزع وانت تقوله ناشين الخرية ليها تمام واحنا اللي ندفعه مش كده ما دلساش هنا اصحاب البلد وده قدرنا مش مجنن منكم غير الكلام عن القدر والاسم والنصيب والحب والكلام الفارغ اللي عمره ما هيقدمنا خطوة واحدة يابدي مش كده كل شيء بالصبر والإيمان يتحج ثم هيدي فلسفة الحياة من يوق أدم لغاية ما تقوم القيامة لازم دايما يكون فيه ظالم ويكون فيه مظلوم عشان كده في الجنة ونار نعيم وعزاب يا أم انا في النهاردة عايز اعيش عايز احس بكياني طلق تقولي فين الحرية والعدل والمساواة اللي بقولوا عليهم اعمل معروف يا ابني وط صوتك لحد يسمعك أنا جسم مش مستحمل علقة تانية معلش كل ليل ولو اخر حليني بقى وعلى رأيي المثل موت يا حمار لما يجيلك العليق اليوم ده مش بعيد زي ما انت متصور بالعكس ده قريب وقريب قوي اهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه موسيقى احنا عايشين فين؟ عايشين فين؟ ما حادش يستدقني ليه؟ ما حادش يستدقني ليه؟ انا غلبان اختي العمر بحالي ومثنين انا مال؟ ما ليش دعوانا؟ انا غلبان يا اخوانا؟ مرة جاية هكلم لك يا مفتحي عشان يجيب لك دوري باش عايز سوا خليه اطلعني من هنا خليوا عقون ابوي والام والاخواتي ما يستنوش حاجة من ما هي رفضوا لي خلاص ما بعش فيه ما هي انا غلبان يا اخوانا غلبان يا عالم يا حكومة يا باس وايه اخرة القعدة دي يا بوجاب؟ قعدة ايه؟ شايفان اشتكت؟ وهو انا يا اخويا مش حستبيك جواب واحد يبعتولي من يوم ما اشتغل قاني يعمل فيها كده يا جابر بعد ما ضيعت عمري كله عشانه طب يفكر في اخواته وامه ده الواحد منا بيرمي بزة الشجرة عشان تطلع تضلل عليها يقوم ابني اللي من لحمه دمي يخلى بيه وبيكم طب ينزل مصري واسأل عليه عايزان اروحش حتمنه؟ لا اللي نزقنا في الاول يرزقنا في الاخر لكن لازم نسأل عليه لازم كل واحد فيكم طبعا يبقى ثابت في مكانك اي حركة او اي واحد حينزل يديه هاي زعل وأنا مطبعش حت ليزعل يا ساتر يا رب انا خايف لايكون فيه تشريفة ده اسمه حمام شمس ريه نشف حمود من عطش اه اعتريهم كانوا بيأكلونها ملوحة من بارك اسقوا الجماعة دول ليني شايفهم مع تشانين عملتوا ايه في الدنيا دي اه يا ولادي يا عمري اتغط بحطني اه يا ولادي اه يا ولادي اعملتوا ايه في الدنيا دي اه يا ولادي يا عمري اتغط بحطني اه يا ولادي 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 اه يا بسيطة احمد ربنا اه اه امكن كان خيحصر اكثر من كده يا استاذ علي انا اللي مجننني ان كان كل شوية يقول لي بتنمسل يا استاذ علي اه تفننه اه يا استاذ علي اعمل لي حتة من جولف دان هامل اقول لي انا عاطف القاشموني مؤلف الجنة الباقسة اه بيقول لي لا اعمل لي حتة من الكامسة يا استاذ علي اقول له حاضرة ساعدت البيت انت تشتغلي ايه انت تشتغلي خمرة انت تشتغلي تخالبة انت تشتغلي سواقها يا بغلا يبغلا اه امام الCould اعمال يا مسلو ربان العمل هان ادحك انا ادحك انا ادحك افو او أقولون اماNET كريم يارده انا وامال ماثل والراكل اللي قلنه وعمال يكتب احمد عنا ايه احمد عنا ايو ايامال ليه حاجة جديدة وامالي يكتب انا قولت وا mismos لازم بيكتب المسرحية قلت يا ما انت كريم بيكتب المسرحية يبقى هيخرجني لقيته بيقول لي لو سمحت بأستاذ عاليطة فعلا أمدي طول أمدي على إيه ساعدت البيت قال نقل لي ما فيش أتمدي على حاجات بسيطة كتا عشان التحقيق طلع بيمضينا على إيه بيمضينا على تهمة ود الأعدام اخي ايه ايه في ايه لا بسيطة بسيطة بعدين بقى أنا أنا ما سمعتك كده أغم علي قعد تمصوت وبعدين قال لي تعالى الحقيقة شعر الله طلع راجل إنساني فوقني وعلي ليش وعلي ليش وبعدين وبعدين طلع ابن كلب هتعشى من الفنان الشاعر بتاعنا يكون هائل وبطل جناني أنا أنا لو مجنون صحيح كنت وفقكم على أنت عايزينه لأن المجنون هو الشخص الوحيد اللي مقدرش يفرق ما بين الخطأ و الصعب أفهم من كده أنك ما انتش عايز تعترف أنا مستعد ده أعترف لكن على الحقيقة بس وكل اللي مكتوب في الورق ده ما فيهوش أي شيء من الحقيقة غير اسمي لغني حتى ده مش حنخليك تعرف اب ما عطم لم one one El Female حريي على طول السلام حب حف حب موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اللي مجبوض عليهم كلهم خبص ولقم واجرام الحكومة شغالة ليل ونهار عشان لما نحارب اسرائيل نخلص عليها ونستريح ودول ما تعرفيش هم جصدهم زي ما يكون نويين يحرجوها نصيبة ان احنا نفضل نضرب فيهم احنا نتعب وهم ولا كأنهم ان خايف لا حد يدي عليك الخوف من دعوة المظلوم لكن دولنا الظلمة مش بيقولوا يا ما في السجن مظلم إلا دول صدقيني احنا لما تعيننا جديد الظباط الكبار جمعونا وفهمونا كل حاجة قالوا ان مصر لا يمكن تنتصر ولا ينصلح حاله طول ما العالم ديه برا المعتقل يا خبر ياسي عبدو طب تقولي ايه فراج الكبارة تشوفيه تقولي عليه طيب وغلبان وهو في الحقيقة واخد منشوراته عمالي وزحها في الاوتوبيس بتهفف عجله ده يا خي ولا واحد تاني طالب جمعة وعامل نفسه فنان ومقلف ويقول كلام زي كلام الابلس والشاطين تسمع ايه تبجي حايزة تصدقين اني نفسي واني بضربه كنت حنخد يعوسمع كلامه حسيت بيدي زي ما تكون مش جاترة تنزل عليه وانت قلت النفسي لا يا عبد المعطي فوقي ولا فوق قبل ما يبلفك زي ما بلا في الشعب ده تلدى ابوه وامه بيستفى هرح لحد الوكيل اقولك على حاجة تانية مش هتصدقين قل يا اخوي عرفه دول كانوا معايزين يقتلوا مين مين يا مصدقي ويا سلام بعد كل ده تشوفي سعادة البهر مأمور بيعملهم كيف يقول لديه يا والدي بالفم المليان ويقول لديه يا ابني ويعزن ده على جهوة وديه على شاي زي ما يكونوا من بجية اهله لغية بجة ما ينرفزوه يوروحنا ده لنا احنا بقى نقوم بالواجب موسيقى 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 أنا تحت أمرك أسعب تلبيه يعني ما أتعرف أنك كنت بتوزع من سرات في الأوتوبيس كل اللي تقولوا عليها حصل أسعب تلبيه وحطنت أمدر بي اتفضل يا والدي اه اه هاتل محبا احنا اضطرينا يا هاني مع الأسف نوقف مرتبه لأنه انقطع عن العمل لكن يا سعد البيئة احنا مناش حاجة نتعيش منها غير مرتبه انا مقدر ظروف لكن اعمل ايه دي قوانين طيب قوة مش له معاش ولا المعاش حتى تقدروا تصرفوه لأن المعاش بيصرف اما في حالة الموظف ما يبلغ سن الستين او في حالة الوفاء وحضرتك عارفة ان ظروف مرزوقة فاندي تختلف عنده كله معلش امرنا لله سلام عليكم مع السلام لحظة يا هاني أفهم أرجوك تخلي الدور معاك ليه سعد البيئة كتر ألف خيارك مرزوق سيب لنا الفيتي فهل أشكرك يلا قبلش ايه لك تعملي زي يا ماما مفيش حاجة منعافش البيضة في الزباع انا هدور على شغل انا نعيش منها لازم نواجه الحقيق احنا مش اقدمه صريف الجامعة ومش عايب ان انا سيبها اسكوتي وقت طيب الكيمة يتالي بنت مرزوقة لازم تكمل تعلمه زي ما كان عايز واكتر انتي ما عندكش فكرة وكان بيعمل ايه وبيضيع ايه فقاياته علشان مستقبلكم اللي اقول ده هزبن عني يا ماما عارفة بنتي عارفة عارفة صباحا خير ستاني ايه يا خاند الاودان بتحضاره اتفضل شير الاودان لين اله بيعملي لين اه لين اه لين اري لين اري لين اري لين اري اري لين اري ین اري كيفاه يعطي ما ظاي عارفة أمور حوووووووBu っちゃي العجين الفلاحة أمور عجين الفلاحة فيما أمور أمور في نوم العازل في نوم العازل في نوم العازل هاطيني يا جابي ؟ أصلا الساعات دي أنا قلت لسياتك قبلي كان أنا لو عندي أي حكي انت ماضيت أفني أفني ما أنا عايز زمدي أنا أنا عايز زمدي أنا من أول ما جيت و أنا قلت أنا عايز زمدي أفني يعني ما اتعرف أنك كنت كنت بتوزع منصورات في الأوتوبيس انت واسميلا أيوة يا فندم كنت بوزع مشروات كتيرة جدا وفي مكانة كنت معايا مشروات كتيرة جدا وبوزعها على كل حاجة على كل الناس هات المحضر يا عموتي هاتها عموتي مش ندمان يا جابر على اللي انت عملت يا فندم أنا ندمان وبدرب نفسي ستين جزمة هو ده معقول الله يخبت الوتوبسات على اللي يركب اوتوبسات تاني شو معقول ألف مبروك يا فندم ألف مبروك أيوة فندم ربنا يتمن بخير على دين سيادتكم طبعا يا فندم كل المعتقلين حيعرفوا الأخبار العظيمة دي حالا يا فندم حالا أيوة المواطنون صرح مصدر عسكري بأن الغارات الجوية التي قامت بها طائرات إسرائيل أسفرت حتى الآن عن إسقاط 23 طائرة للعدون ما لا ربها أقنقر ساما litter قصر افري مباشرت يبقى يشوف من الله وسانت realm بعد كده اتسان يا رب انتص Print ساما ست اتسار اتسان لي أنا وبينيخلت شروش من الجيش وحجأي على كل حالة عما pen wonderful أ dónde يخذ أم ساما السامع عباسو يا سامع يا حبيبي سامع سامع يا حبيبي سامع يوم كنت بقولك ان مصر قريمان عزيمة ونازم شمسات بها ونزل ونزل وقتها ونزل مش مهم احنا المهم البلد المهم البلد المهم البلد يوناك يا رب بس ما يكونوش بيدربوا في المدن ضرب بيتنا قديم بولادي من همش حتة تانية يداروا فيها يا رب وقعناهم ستة بنسئين طيارة مكسمنا تهند البابة نحن انتصارنا اخواننا انتصارنا امين تحيا مصد تحيا مصد تحيا مصد تحيا مصد انتنحى تماما ونهائيا عن اي منصب الرسمي واي دور شياسي وان اعود الى صفوف الجماهير وقدي واجدي معها كعيم مصير ولقد كنت اخورها ايه اللي حاصن ان الامة هي الباقي احنا منتصرناش ليه ليه بس سجني مليانة هو بالناس الوحشة اللي خايفين مني اعادات لاغابة ناجي سيد تاني وليس هو صانع منتصرناش ليه ان التضحيات التي بذلها شعبنا وروحه المتوقدة خلال قطرة الازمة والبطولات المجيدة التي كتبها السباط والجلود من قواتنا المسلحة بدمائهم سوف تبقى شؤلة ضوء لا تنطفئ في تاريخنا والهاما عظيما للمستقبل واماله الكبار لقد كان الشعب رائعا كعادته اصيلا كطبيعته مؤمنا صادقا مخلصا وكان افراد قواتنا المسلحة نموذجا مشرفا للانسان العربي في كل زمان ومكان وليكن الله معنا جميعا املا في قلوبنا وضياء وهدى والسلام عليكم ورحمة الله يا بلدي يا بلدي ستانى هى الم غدنا من دينك يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا ربدي نتكي همور همور إنا لله وإنا إليه راجع محمود محمود مات لكل أجل كتاب يا مخزوق مات محمود 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 عملت إيه في الدنيا هذي أه يا أولادي يا عمري متغفة بحبتي أه يا أولادي أه يا أولادي وكل د Coronavirus عمري متغفة بحبتي أهرب أنا جمعتكم كلكم الليلة عشان تشوفوا بعينكم نتيجة اللي بيحاول الهرب محمود عبد الحميد حاول يهرب اكتر من مرة منفعش معاه اي تحذير بالعكس حاول يستغل المعاملة الكريمة اللي احنا بنعملها له هو وغيره وحاول يستغل ظروف البلد العصيبة اللي بتعيشها دلوقتي وكرر المحاولة تاني وكانت النتيجة زي ما انتم شايفين وطبعا كل ده حصل قدامكم وانتم شاهدين عليه شويش عبد المعطي عنده تقرير بكل اللي حصل عايزكم تتقدموا واحد واحد دلوقتي وتمضوا عليه اتفضلوا محمود مهربش محمود اندبح من تعزيني محمود اندبح من تعزيني عذبكم ليه هو ده اللي حصل وكلنا هنشهد بكده وهذا اولهم اخرس بقرباك ترفع صوتك على سيادك يا من كده وستاذ مرزوح اه استاذ مرزوح تضربوا ليه؟ اعمل ايه؟ قلني اندحش لاني ان محمود مهربش هاة الحقيقية؟ محمود اتعزل لاخواننا وهم اللي قتلوه محمود اتدابع وانتوا ليدا محطوق دا معارف رئابيكم محمود اضم اضم زمن شخص لا رجلت لاحقين ابان دwords همضحين همضحين لازم الحقيق Side لازم الحقيق انتا عمرنا ربنا اعت ضالم ربنا اعت ضالم رب العصاري رب العصاري رب العصاري رب العصاري رب العصاري إله يا جابر يا ابني و جيت وراي الجنة ما تبقاش تعمل دوشة للسكان الي تحتك الجنة مش هرها بعيد عمر زو احتاجوا أوتوبيس ما انحرفت عمري مركب أوتوبيس تاني دي الوقت أقولنا ليه ولا لكن بعد الغربة واحدة